اهلا وسهلا بكم مرة اخرى في المحاضرة الثانية حول مساق الصحة النفسية اه بنيجي الان الى المعيار اللي هو المثالي اللي هو المعيار خلينا نسميه الثالث المعيار الثالث الايدليستيك يعتبر المعيار المثالي الشخص السوي هو الشخص المثالي في كل شيء يعني الشخص السوي هو المثالي في كل شيء وان الشخص الغير العادي هو المنحرف الشخص الغير العادي هو منحرف عن الكمال ولما كان من الصعب أو بالأحرى أو من المستحيل أن يبلغ فردا ما مرتبة المثالية يعني ما في مثالية في الحياة مطلقا يعني زي ما يقول أفلاطون أو ابن سينا أنه في العالم المثالي لا ما في مثالية فإنما نستنتجه طبقا لهذا المحق أن المثاليين سيكونون أقلية نادرة على حين سيصبحون أغلبية شواذ ذلك أننا في الواقع نجاهد سعيا نحو الاقتراب من هذا المثال الأعلى لكن المثالية المطلقة هي حالة صعبة المنال فالكمال لله وحده سبحانه وتعالى بينما النقص من شيم البشر الذين هم محددون بحدود بشريتهم وقصورهم ونزعتهم الآن مما يستمد المعيار المثالي اللي هو إيش أحكامه يستمد من القيم وليس من الواقع فهو نسبي إذن تتدخل فيها عوامل عدة وإذا صدق هذا المحق ولن يصدق فإننا نجد أن الأسوياء قلة من البشر والشوال هما الغالبية يعني حسب رأي الناس يعني أنه يعني مهما حاول الإنسان أن يكون مثالي فأنه لن يصل إلى المثالية حتى المثالية هي من صفة الأنبياء والناس اللي هي المنزهين عن الخطأ ابني جي الآن إلى المعيار القيمي من الصعب تحديد مفهوم السوية بمعزل عن النظام القيمي والقيم هنا المقصود فيها القيم والمعايير الاجتماعية هذا المعيار القيمي يتعارض في بعض الأحيان مع تصورات بعض علماء النفس والطب النفسي الذين يسعون إلى التوصل إلى تعريفات لا تولي أهمية كبيرة للمعايير القيمية والأخلاقية فمن المنظور القيمي أو الأخلاقي يستخدم مفهوم السوية لوصف مدى اتفاق سلوكنا مع المعايير الأخلاقية في المجتمع بمعنى إذا كان سلوكنا باتفق مع المعايير الأخلاقية في المجتمع وقواعد السلوك السائدة ففي هذه الحالة بيكون هناك في سوية وكيف يكون سلوكنا مقبولا بالنسبة لأنفسنا والآخرين وعلى هذا النحو ينظر إلى السوية على أنها مسايرة للقيام الأخلاقية المعيار اللي بعده معيار النضج والتطور يعتبر نضج الفرد مقياسا لدرجة مدى نموه ومدى تحقيقه لذاته فالسلوك الناضج هو ما يتلاءم مع الفرد والتعامل مع المشكلات التي تواجهها بما يمتلك منطقات وقدرات ناضج تساعده على حل المشكلات ولهذا يعتبر هذا المعيار يفشل في التمييز بين الشاذ والسوي له النضج والتطور حيث أن مفهوم تحقيق الذات مفهوم مختلف من شخص لآخر يعني كيف يحقق الإنسان ذاته يعني كيف أنا بدأسير دكتور أو أستاذ جامعة أو صيدلي أو بروفيسور أو طيار يختلف من الفرد إلى آخر كذلك فإنه من الصعب تحديد خصائص النضج ومميزاته باختلاف قدرات الناس وميولهم وأستعداداتهم ومفاهيمهم عن أنفسهم يعني الإنسان عندما يريد أن يحقق ذاته لا بد أن يكون لديه نضج عقلي ونضج انفعالي ووجداني وما إلى ذلك الآن ما هو معيار الموائمة ما بين النمو أو نمو الفرد ومصلحة الجماعة جيمس كولمان قال أو قدم معيار كبديل عن المعيار الاجتماعية في التفريق بين السلوك العادي والغير عادي وأن الحكم على السلوك يكون في مدى ما يوفره السلوك من نمو وتحقيق لإمكانيات الفرد والجماعة فإن أمكن أن تؤدي المسايرة الاجتماعية إلى مزيد من النمو للفرد والجماعة تبر السلوك عاديا أما إذا لم تؤدي إلى مزيد من النمو وتحقيق إمكانيات كل من الفرد والجماعة تبرت سلوكا مرضيا يعني قديش بكون الإنسان مساير للجماعة بيكون سلوك عادي لكن إذا كان مخالف بيكون سلوكه مرضيا على الدين كفافي الدكتور طبعا على الدين أشار إلى أن هذا المحكة تضمن مفاهيم التوافق والتكامل والنضج وتحقيق الإمكانيات وصالح الجماعة وهذا المعيار الذي قدمه كولمن محق دقيق لأنه حاول فيه أن يجعل أن يجعله شاملا للجوانب التي تم إغفالها في المحكات السابقة ولكن هذه الدقة على المستوى النظري فقط لأنه إذا كان كولمن يحاول من خلال هذا المحق تحقيق التعادل بين الفرد والمجتمع فإن الأمر يقابل في مجتمع التطبيق العملي بصعوبات كبيرة لعدم وجود أو وضوح الحدود بين الفرد والمجتمع يعني أحيانا كثيرا بنتكلم إلى أنه إحنا مثلا نقدر إحنا نطبق النظريات ولكن على أرض الواقع يصعب تطبيق هذه النظريات وهذه العلاقة كما تحددها الفلسفات الاجتماعية الاقتصادية في العالم تختلف اختلافا بينا من شرقه إلى غربي مما يوحي أنها لم تجد الحل الصحيح بعد مثلا الدول الاشتراكية تميل في فلسفات وتشريعات إلى تغليب جانب الجماعة على حساب الفرد وذلك على عكس الدول الرأسمالية التي تغلب جانب الفرد على حساب الجماعة يعني لاحظوا الدول الاشتراكية تؤمن بأن الجماعة هي التي تقود الدول الرأسمالية تؤمن بأن الفرد عشان هيك الفرد بيصير رأسمالي ويصير ملياردير وميلتي ملياردير لكن في الدول الشيوعية والاشتراكية لا يستطيع فيها الفرد أن يكون ملياردير الآن المعيار الباثولوجي أو الطبي وهذا المحق يعتمد على اتخاذ الأعراض المرضية أساسا للحكم على سلوك الشخص فالشواذ يغلب على أنماطهم السلوكية أعراض متعددة سواء كانت هلوسات أو ضلالات وكذلك يغلب عليهم الطرابات القلق والمزاج المتقلب ومن ثم ينبغي اتخاذهم كمحاك للحكم على السوية الآن يعتبر الشخص السوي هو شخص بلا أعراض إلا أن الخلوم من الأعراض لا نجده لدى أحد فمن الصعوبة بمكان أن نجد شخصا خاليا من الأعراض المرضية هذا بشكل عام يعني ما حدا إلا ولديه أعراض الإنساني الملوش أعراض هذا غير طبيعي ومن هنا فإنه عندما يغلب وجود تلك الأعراض في شخص ما فإنه يعتبر شاذا ويواجه نقد لهذا المحق في اختفاء الدرج التي ينبغي أن تكون عليها تلك الأعراض المرضية حتى يمكن أن يحكم عليها بأنها مرضية حتى لا يختلط السواء بالشدود من سلبيات هذا المحق أيضا انخفاض ثبات التشخيص الطبي أو الطب نفسي فالتشخيص عملية صعبة تتطلب بعد الفحص تحديد الأعراض وتصنيف الاضطرابات من أجل وضع خطة العلاج الآن بنعمل أبستراك أو تلخيص في ضوء ما سبق عرضه يمكن حصر تعريفات الصحة النفسية في اتجاهات أو اتجاهين أساسيين كل هذا الكلام كله نتكلم فيه عن الصحة النفسية الآن فيه اتجاه سلبي وفيه اتجاه الإيجابي نشوف الاتجاه السلبي إيش بقول أصحاب الاتجاه السلبي بقولوا أن الصحة النفسية هي الخلو من أعراض المرض العقلي أو النفسي إلا أن هذا لا يشمل جميع حالات الصحة النفسية فقد نجد فردا خاليا من أعراض المرض النفسي لكنه غير ناجح في حياته أو علاقاته بغيره من الناس سواء في العمل أو الحياة الاجتماعية أو حتى الأسرية فهو إذن غير متكيف يمجهان الإنسان بيكون غير متكيف حتى ولو كان خاليا من أعراض المرض النفسي وتكمن الصعوبة في هذا التعريف وهذه مهم العبارة أنه في عدم اتفاق العلماء على أنواع النشاطات التي يقوم بها الفرد والتي تعد منافية للصحة النفسية ويرى المدافعون عن هذا الاتجاه أن الحالة النفسية لا تصبح شاذة إلا حين تبلغ درجة شديدة في انحرافها يعني لما الإنسان يبلغ درجة شدة في الانحراف بيكون شاذ يعني واحد بيشرب الخمر واحد بيصومش واحد بيعمل كل الموبقات هذا الإنسان شاذا لذلك الصحة النفسية في هذه الحالة شاذة ويحتاج إلى علاج ويرون أن تعريف الصحة النفسية باتقاء الحالات المرضية ليس بدعة جديدة في الفكر الإنساني فكثيرا ما عرفه الخير بأنه اتقاء الشر والعدالة بأنها اتقاء للظلم ويلقى هذا التعريف قبولا بين المتخصصين في الطب النفسي لأنه يعتمد على حالة السلب أو النفي بنيجي للاتجاه الإيجابي أصحاب الاتجاه الإيجابي شو بقوله أن الصحة النفسية هي قدرة الفرد على التوافق مع نفسه ومع المجتمع الذي يعيش به وهذا التعريف مهم فعلا هو الفرد الصحيح نفسيا هو اللي قادر على أنه يتوافق يعني بيكون راضي عن نفسه ومع الآخرين ومع المحيطين فيه مع الأسرة مع الأهل مع أصدقائه وهذا يؤدي إلى التمتع بحياة خالية من الطرابات وملئة بالحماس فهذا الفرد يعد في نظر الصحة النفسية شخصا سويا أصحاب هذا الاتجاه أيضا يروا أن الصحة النفسية تتحدد في ضوء المظاهر الإيجابية والتي تشير إلى التمتع الفرد بالصحة النفسية وفي هذا يعرف سامويل مغريوس يعني تعريف مهم أن الصحة النفسية بأنها مدى أو درجة نجاح الفرد في التوافق الداخلي بين دوافعه يعني دوافعه ماذا يعني ينوي يفعل دوافعه ونوازعه المختلفة أو ماذا يفكر وفي التوافق الخارجي في علاقاته ببيئته المحيطة بما فيها ومن فيها من موضوعات وأشخاص نحن بنعيش في وسط مجتمع لا بد أن نتكيف ونتوافق مع هذا المجتمع حتى تكون صحتنا النفسية جيدة علاء الدين كفافي الدكتور علاء الدين بقول أن الصحة النفسية إلى أنها حالة من التوازن أو التكامل بين الوظائف النفسية للفرد تؤدي به إلى أن يشبع دوافعه بطريقة تجعله يتقبل ذات ويتقبله المجتمع يعني الواحد لما يشبع دوافعه بيتقبل ذاته ولما يتقبل ذاته بيتقبل المجتمع عبد المطلب القريطي بيقول هي عبارة عن حالة عقلية إنفعالية إيجابية مستقرة نسبيا تعبر عن تكامل طاقات الفرد ووظائف المختلفة وتوازن القوى الداخلية والخارجية يعني لا بد أن يكون فيه توازن بين القوى الداخلية حتى يكون الإنسان سوي في هذا المجتمع ويتمتع بالعافية النفسية والفعالية الاجتماعية طبعا حامد زهران اللي هو طبعا بروفوسور كبير أو عالم في علم النفس وخاص علم النفس الاجتماعي والصحة النفسية بيقول الصحة النفسية هي عبارة عن حالة دائما نسبيا حالة دائما نسبيا يكون فيها الفرد متوافقا شخصيا وإنفعاليا واجتماعيا مع نفسه ومع بيئته لاحظوا أن هذا التعريب بتكرر ويشعر بالسعادة مع نفسه ومع الآخرين ويكون قادرا على تحقيق ذاته واستغلال قدراته وإمكانياته لأقصى حد ممكن ويكون قادرا على مواجهة مطالب الحياة وتكون شخصيته متكاملة سوية ويكون سلوك عاديا ويكون حسن الخلق بحيث يعيش في سلام وسلم يعني هذا التعريف إحنا بنسميه جامع مانع يعني تعريف جمع كل التعريفات الدكتور حامد زهران وقال بشكل محترم عبد السلام عبد الغفار بقول الصحة النفسية للفرد هي حالته النفسية العامة والصحة النفسية السليمة هي حالة تكامل طاقات الفرد المختلفة بما يؤدي إلى حسن استثماري لها ومما يؤدي إلى تحقيق وجوده أي تحقيق إنسانيته يمكن أنا باعتبر أن أفضل تعريف وأقوى تعريف هو تعريف الدكتور حامد زهران والدكتور علاء الدين كفافي هيك بنكون إحنا خلصنا اليوم المحاضرة وإن شاء الله في المحاضرة القادمة سنتحدث عن تعريف منظمة الصحة العالمية للصحة النفسية ونتحدث عن التطور التاريخي لنشأة الصحة النفسية أشكركم كثيرا وإن شاء الله نلتقي في محاضرة أخرى أتمنى لكم التوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر